اشتركوا في القناة الذي شهده النائب على عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب في مقر ديواني بمركز الصفة وبدأت مراسهم الصلح بآيات من الكرآن الكريم تلتها كلمة من النائب على عابد الذي تقدم بشكر لكل ضيوف ووجه تحية خاصة لكل الجنود وقوات التأمين لجهودهم وتضحياتهم من أجل مصر وشكر كل من زعى للصلح وخلال جلسة الصلحة تم تقديم القودة الكفن من عائلة أبو نورا إلى عائلة أبو نجمة وأقسم الجميع على الصلح صلحا نهائيا لا رجعت فيها يذكر أن جذور الخصومة تعود إلى اختار أشرف من عائلة نورا والذي يبلغ من العمر 17 عاما بصرقة المغزن الخاص لعائلة أبو نجمة إلا أن الصدفة قادت المسن للتواجد بالمغزن في توقيت الصرقة ليحاول مقاومة اللص الشاب الذي وجد نفسه أمام طريقين إما الاستسلام للشيخ المسن وابتضح أمره بين أهالي قريته وإما إنهاء حياته والهرب حيث قتل صاحب المغزن المرحوم جمعة أبو نجمة ثم فر هاربا وتم القبض عليه من قبل رجال الشرطة بمركز الصف اشتركوا في القناة